لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد المادة 65 مثلا المادة 65 فيها الفقرة الرابعة تقول تصهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات الطربوية وعلى الحفاظ على طابعها البداغوجي والعلمي قصد حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجيا عادوا لنا كلمة الإيديولوجيا شوف كيف يعني لو كان قال المادة أن المدارس تكون بعيدة على أي نشاط حزبي أو جمعيات ذات طابع سياسي أو أنها تكون منابر يستغلها المرشحون في أجل الدعاية الانتخابية لطيار سياسي أو حزبي معين ما عليش أنا معا ولكن تكون على الحفاظ على طبيعها البداغوجي والعلم قصد حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجيا كيف يعني أنك تجي الأولاد تربية إسلامية معناها هذا تمهيد أنه ما يزيدوش يقرر القرآن في المدارس ما يزيدوش يقرر التربية الإسلامية في المدارس ورغم ذلك البند الخامس يتناقض مع هذا تعد المدرس القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة وشي هي المواطنة؟ المواطنة يختلفوا في تفسيرها المواطنة عندنا طيارات مفهوم وعند طيارات آخرين فهم فيها اختلافات فيها اختلافات إيديولوجية في تفسير المواطنة إذن أنت تتناقض نفسك إذن تعمل لي تربية على المواطنة المواطنة في الجزائر وشيه؟ أنك تكون مواطن تتمتع بكل حقوق وعليك واجبات وأنك تحترم قوانين الجمهورية ومن بين قوانين الجمهورية ما هذا؟ أن الإسلام دين الدول يجب أن تحترم كيفاش؟ إذن ماذا تعلم؟ الطابع العلمي وشيه؟ وشيه الطابع العلمي؟ يعني ما تزيدش تتكلم الأولاد على مثلاً على التاريخ الإسلامي لن تعلمهم على الفتحات الإسلامية على غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام لن تعلمهم هذه الأشياء هذا كل طابع سياسي وإديولوجي تعلمهم ما تعلمش الأولاد الأفكار الصائبة وما تنتقدلش الأفكار غير الصائبة التي لا تتمشى تتمشى حتى مع المواطنة يعني كلام كلها فيها بصمات العلمانية المتطرفة وش حتى العلمانية كأسلوب حكم سياسي معين الذي يعني أبعد رجال الدين ورجال كنيسة اللي كان متصلطين على حكم الدولة هكذا ولدت العلمانية وتحولت الآن العلمانية إلى دين جديد يحارب الإسلام فقط إذن المادة فيها مادة أخرى هي مادة 74 المادة 74 يا إخواني الكرام ماذا تقول تقول تقييد الحريات حرية الإبداع الفكري بما في ذلك أبعده العلمية ومضمونة لا يمكن تقييد هذه الحرية إلا عند المساس بكرامة الأشخاص أو المصالح العليا للأمة أو القيم والثوابت الوطنية أي ابحث في الدستور لن تجد ما هي الثوابت الوطنية مش هي الثوابت من المفروض هنا تكون القيم والثوابت الوطنية محددة تكون الإسلام عقيدته شريعته أركانه أو إنكار احترام المعلوم من الدين بالضرورة الأنبياء الرسل الصحابة الشهداء الثورة الحرك الشعبي اللي قلت لي راهو أصيد مداحته في الدباجة يكون من يكون من أصيد يكون من قيم الدولة الجزائرية من ثوابت الأمة الجزائرية ثوابت الأمة الجزائرية لأنه أنا أؤكد لكم بأنه استعمال حراكة نرى استعمال فضفات أنا كلمة قضية دسترة الحراكة الشعبي أبي ما هي بدي الطريقة أنه دستروا ديروا يوم وطني يوم وطني يحتفل به الجزائريون ولكن ليوم الوطني يحتفل الجزائريون كيف يحتفل الجزائريون هنا بيوم الاستقلال ولا بيوم أول نوفمبر رهم يحتفل بانتقال الجزائر من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الاستقلال بماذا ستحتفل أنت في يوم 22 فبراير هل حدثت قطيعة مع نظام بوتفليقة؟ حدثت دستور هذا بحق ذاته الذي تعتبره دستور الجمهورية الجديدة هو دستور بوتفليقة وعدوا العربة لبوتفليقة وفات على برلمان بوتفليقة وصادق عليه مجلس الأم أنتع بوتفليقة والنواب الفاسدين هم الذين صدقوا عنه وانهيا لا 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 كيفاش نحتفل بالحراكة الشعبي كلمة فقط لمغازلة الناس اللي كانوا رفضين فساد النظام ورفضين وخرجوا وتحركوا ضد هذا النظام الفاسد فقط مغازلتهم وانا حركة فيها كثير من المطالب لم تتحقق واش تحقق من مطالب الحراكة الشعبية؟ هل شفنا الجزائريين الناس اللي في السجون اللي مضطهدين في السجون ونخرجوا؟ هل شفنا تحقيقات في كثير من الجرائم اللي حدثت في عهد بوتفليقة؟ هل شفنا حملة شاملة كاملة على الفساد؟ ما الذي تغير؟ حتى الرجال اللي في السلطة أكثريتهم من جماعة بوتفليقة هل حدث تغير في السفارات؟ ما حدث شيء منذ أيام فقط يحتفلوا هنا في باريس بمناسبة 17 أكتوبر بالشامبانيا والخمور تحتفل بمناسبة رجال شهداء تحتفل بهم بالشامبانيا على حساب الدولة الجزائرية؟ ما الذي تغير حتى يكون يوم الحراك أنه مدستر؟ عندما تدستر للحراك الشعبي مش الدسترهوليكا يوم دسترهوليكا قيمة أحدث التغيير التحول من مرحلة إلى مرحلة القطيعة مع نظام بوتفليقة محاسبة بوتفليقة نفسه على ما حدث في الجزائر وما حدث للجزائريين استرجاع الأموال نعم استعادة الجزائر فتح بواب الجزائر للجزائريين اللي هجرهم نظام بوتفليقة مرجع منهم حتى واحد حقوقهم الناس كانوا يعملوا في الجزائر وتمت مطاردتهم وحوزوهم من شغلهم ظلما وعدوانا ما رجعوهم حتى لشغلهم بل أن هناك من توبع في عهد بأمر من سعيد بوتفليقة وفتحت قضيته من جديد ما بعد ما بعد في عهد الرئيس تبون وزج به في السجل ونذكر تحديدا عبد السامي عبد الحي الصحافي المسجون أون في قضية كانت فبركها سعيد بوتفليقة من زبان وان هو إذن مش معنى هذه دسترة الحركة دسترة الحركة تذكرهوني في الدباجة ما هكذا ما هكذا الأمور تكون حركة الشعب حراك حقيقي تحول كبر يجب أن يتجسد في أرض الوقت مثل ما حدث من اغتيال الثورة هذا موضوع ثاني طويل وشائك والأصلا هذا الدستور البوتفليقي الذي يستهدف قيم أو مبادئ هذا أول نوفمبر بحد ذات درته نهار أول نوفمبر لأنه يراد منه أن الجزائريين الأجيال القادمة تنسى بالتدرج بيان أول نوفمبر لأن بيان أول نوفمبر كلمة المبادئ الإسلامية أزعجت العلمانيين وأزعجت أذناب الاستعمار وأحفادهم آدهم والذين يريدون خلخلت قيمة الدولة الجزائرية وقيمها هذه هي الإشكالية لذلك عملوا هذا الدستور حتى يطمس ذلك البيان بعد عشرين سنة لن يذكر الجزائريون إلا دستور أول نوفمبر ينسوا بيان أول نوفمبر والأيام بينهم إذن هذه بعض أو بعد ذلك هناك انتقادات إلى صلاحيات الرئيس الرئيس عد في خطابه الأول أن يحد من صلاحياته عنده صلاحيات مطلقة أيضا خلط مبيل قضية الوزير الأول ورئيس الحكومة الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية وهذه قضية جاية من فرنسا كانت من قبل العهدة الرئاسية سبعة سنوات والعهدة البرلمانية خمس سنوات عندما يأتي الرئيس يجد نفسه لا يتزامن مع تغيير برلماني فيضطروا في هذه الحالة انتظار فعملوا قضية الأغلبية الرئاسية بعد ما نزلوها خمس سنين صارت الانتخابة التشريعية والأنتخابات الرئاسية جاية مع بعض جاية مع بعض ولذلك والرئيس عنده حزب عندما ينال الأغلبية الرئاسية تتجسل قضية والرئيس عنده حزب سياسي انت الرئيس أصلاً يقول ما عنديش حزب سياسي انا رئيس كل جزائريين انا غير متحزد وش هي الأغلبية الرئاسية لنا؟ روح أقرأ للدستور إذا لجيت لتوضيح الأغلبية الرئاسية ما وش معنها؟ يعني كين تخبوا الجزائريين إن أغلبية تنتخب على الرئيس فهو عنده أغلبية رئاسية بعث الوزير الأول غموض كبير كبير وتماقض رايح يعيق عمل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله